لحسن حظي أني لم أصبح لاجئاً في أي مكان في هذا الكون حتى لما كنت في الأسكار كنت أشغل بالعمار العنصرية كانت كمان في المسرح ولكن كل يهود صهيوني وهم الأغلبية الصاحقة يتمنى لو بفيء الصبح بلقيش والعربي استوديت للقاء الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف الله إلعنه طيب صنع الدراما العربية يتجاهلون وجودنا لأنه إحنا عايشين جوا في إسرائيل كيف بديني رجعوا للإحساس أنه أنا مستعدة أعيش معهن بسلام قبل أكثر من 45 ألف سنة أنتج الإنسان أول عمل فني تصويري بالتاريخ والفن من يومها لحد هاي اللحظة ما كان مجرد ترف وإنما مقاومة لظلمة الكهف وشهادة ضد النسيان وتفنيد لأدعاء بأن من يملك القوة يملك الحقيقة ضيفي فلسطيني زلزل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ولوحق قضائيا أكثر من عشرين سنة وألزم بدفع تعويض بعشرات ألاف الدولارات كل هذا بسبب فيلم مدته ساعة الممثل والمخرج الفلسطيني محمد البكري أهلا وسهلا فيك في بودكاست فضل أهلا بك استاذ محمد أنت ولدت عام 1953 بعد خمس سنوات بس من النكبة بقرية البعنة شمال فلسطين مزبوط نعم يعني حضرتك من فلسطيني الداخل أو عرب 48 فلسطيني نقطة سطر جديد شو يعني؟ يعني لا 48 ولا عرب الداخل ولا فلسطيني نقطة سطر جديد هاي أنت هيك بتعرف نفسك آه أنا ضد كل هاي التسميات والتعريفات اللي فرضت علينا من قبل أجهزة مشكوك في أمرها زي إسرائيل زي الصهيونية وزي حلفاءها أيان كانوا أي بس يعني هاي التقسيمات اللي فرضت عليك فرضت يعني نمط حياة بجوز مختلف أنتو ما تهجرتوا من قرية كون قرية البعني لحسن حظي لم نتهجر من قريتي ولم تهدم قريتي كما هدمت مئات القرى الفلسطينية وكما هجر مئات الآلاف من الفلسطينيين أبوي كان عمره 16 سنة أنا ما كنتش خلقان بعيد أمي كان عمره 14 سنة هو أقل لحسن حظينا يعني بقيوا بالبلاد قسم من عيلة تهجر للبنان لأنها رب منطق علينا بالشمال والقسم الأكبر ضل في الباني وفي عكا نحن عكا الباني طبعين لي عكا نعم فلحسن حظي أني لم أصبح لاجئا في أي مكان في هذا الكون لأنه لما أنت بتكون لاجئ وعبئ على الآخرين نصيبة واليوم الشعب الفلسطيني بمعظم وللأسف في الشتات أنا حوالي 9 ملايين لاجئ فلسطيني موجودين في كل أسقاع الأرض في العالم العربي وفي أوروبا وفي أمريكا ممنوعين من حق العودة طبعا أكثر شيء يقلمني أنا في الاحتلال غير الاضطهاد وغير العنصرية وغير القتل اليومي وغير الإبادة في غزة وغير 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 كل المصايب اللي نزلت علينا من أيدي هؤلاء السفلة أكثر شيء يقلمني أني أنا ممنوع أحب صحابي ممنوع ألتقي مع صحابي ممنوع ألتقي مع حبايبي بحكم أنه الجغرافية محددة لألكم؟ الجغرافية اللي فرضتها علينا الصهيونية والكيان الصهيوني أنه عز علي جدا أنه خالي اللي هو تهجر في 48 للبنان وعاش طول عمره تقريبا في برج البراجني بعد الاجتياح لبيروت في 82 الاجتياح للغاشم اللي عم بعيد نفسه اليوم تهجر لبرج البراجني ومن برج البراجني بعد الحرب وصل مالبورن في أستراليا فجاء لزيارتنا بعد 82 بتصريح بعد ما أخذ جواز سفر الأسترالي وتعرفت عليه عن قرب لأنه ممكن شعارفه طبعا وحبيت وحبني خالي دم فاستكونت بيناتنا علاقة كتير حلوة هيك وهو جيل جدي يعني كبير بالعمر وفي يوم من الأيام بتصل فيه تلفون عالبيت فأنا بسمع الصوت وبقول له أهلا خالي صفن عرفت أن عم ببكي عالتلفون ما بكيت أنا لأنه بديش أعمل دراما بس غصيت يعني وبقول له ليش بتبكي خالي بقول لي لأنه ما حدا بنا ديني خالي هون فهاي بالنسبة لي رباط الكيس بالمعنى أنه منعوني عن أحبابي يعني أنا بحب أطلع أصهر في بيروت مثلا بعيد عن الساعة ونصب السيارة منعيني بحب أجعل القاهرة لازم باسبورت ولازم جواز سفر ولازم تأشيرة لأي مكان لازم تأشيرة ولازم معاملات فبمرة واحد بمرض بدك تزوره حالا ممكن يموت قبل ما توصله ويا ما صارت يعني أنه الاحتلال أتى للحياة أتى للتواصل بيننا بين أهلنا بيننا وبين شعبنا فبتسميني عرب الثمانية وارفعين ولا عرب أبصر شو كلام فاضي أنا فلسطيني نقطة سطر جديد واللي بعز علي أنه يقطعون هذه الفلسطينية بجوازات سفر وبتأشيرات وبمعاملات وبنظرة فوقية أنه أنت لاجئ أنت فلسطيني أنا ابن لبلاد وصاحب البلاد أنتوا غرباء روحوا من هون أنا أسفي أنا طبعا ما سميتك عرب ثمانية واربعين وإنما فقط هو لشرح وضع كيف بيبقى الاحتلال شرط الاحتلال كتير مختلف بفلسطين هو مو واحد لأنه حضرتك من هذه المنطقة أنتم من السكان اللي رفضوا يتركوا أرضيهم تمت مساومتكم إما بتكونوا مواطنين إسرائيليين بتحملوا باسبور إسرائيلي وأما بترحلوا فاللي صار أنه أنتم قررتوا البقاء حتى ولو على مضض بتكون تحملوا هوية يعني المغتصب لأراضيكم مش أنه الشخص المختلف عنكم هوية كلمة مقدسة فما بسميها هوية وراء وراء مستند الهوية هي هون جوا شو الإنسان بحس فينا هوية أنا مش الوراء اللي حملها بجيبتي هوية شو بفكر وشو بحس وشو بقول وشو بعمل وشو باكل وشو بشرب وشو بحب وشو بكره هاي الهوية مش مجرد وراء فعشان هيك ما بسميها هوية يعني هوية كلمة حلوة وشو هو ها طبعا هاي مش هوية هاي هوية مزيفة لأنه هاي هوية كاربة اسرائيل كتبة كتبة كبيرة بدت بكتبة واستمرت بكتبة لحد الآن والمصيبة إنه حتى إحنا صرنا نصدق إنه هي موجودة والمصيبة الأعثى والأكبر إنه العالم بيصدق هاي الكتبة ويصدق ما تكذب هاي الكتبة هاي المشكلة الأساسية إنه ضحكوا على حالهم وضحكوا عن الناس وقالوا إنه هن جايين على بلاد فيش فيها شعب الشعب الفلسطيني مش موجود جايين على بلاد فيها صخور وأشواك وصحراء قاحلة وهن خضروها بمجيئهن نسي إنه كان في ناس هون آلاف سنين مزارعين محبوا الزتون والملوخية والبصل والبرتقال والبردقان والتفاح والأرض الحمرة والأرض الخضرة هاي كله كان مش موجود بالنسبة للدعاية الصهيونية عشانك بقول إنه هي جدة فإجوا لأبلاد عمري ما شاء الله فيها سينمات فيها مسارح في آفة فيها جرايد وفيها مجلات وفيها حياة مدنية متطورة وفيها حياة زراعية متطورة أيضا فلاحية فلاحين أنا فلاح من بلد فلاحين أخذوا الأرض 48 فما ضلش فيه فلاحة بس إنه زتون أنا اشتريت زتون عشان يكون عشان يكون عندي زتون عندي أرض اغتصبت ولكن اشتريت اشتريت أرض قصلك اشتريت أرض وفيها زتون عشان أحس حالي ببلدي بلدي اللي فيها زتون زتون المقدس عملية حياتنا جوة في الثمانية واربعين هي عملية اغتصاب للحياة يوميا أنا أغتص بالحياة عشان أعيش أنا أكذ لكي أحيا أنا أتعب لكي أحيا وأبقى رغم كل شيء أنا أكذ لكي أستمر في الابتسام وفي الحب وفي العطاء للآخرين اللي حوالي هذا مش يعني مش موهوب هذا مكتسب ومتعب يعني أنا بحكي مع ابن صالح مبارح بقول لي يابا أتعبنا إحنا بقول لا أتعبنا بس ما كانش فيه عندنا حال ثاني غير أنه نتعب عشان نعيش فيه ناس في العالم عيش عشان تعيش إحنا منسعب عشان نعيش أنا عارف شو بدأ قوليك هذا غايب من صايد إذا قضيت طفولتك كلها في البعنة مع عائلتك أو ما تبقى من العائلة في حارات البعنة في بركة البعنة كان فيه بركة بتنزل من الجبال بتتجمع مي بركة طبيعية إيه بركة طبيعية وحيرة إيه بركة طبيعية كنا نتعلمنا فيها سباحة وكان فيه زتون حوالين البركة وكان فيه حارات بدون مش مزكتة حجر هي البعنة ضيعة ولا بلدة؟ يعني ما بعرف شو الفرق بين الضيعة والبلدة اليوم البعنة بالـ 48 كانت حوالي 400 أو 500 نفر اليوم 9-3 يعني قرية شوي كبيرة قرية من قضاءك شو يعني البعنة؟ البعنة هي بيت الماعز في معز كتير عندكم يعني بالمنطقة وانا صغير كنت أشوف كتير معزة إيسا بشوفش كتير إيسا بشوف سيارات كتير كان فيه جمال وكان فيه بار كان فيه حياة ثانية درست المسرح والأدب العربي هلأ بيجي لك الاتجاه نحو الفن ودراسته ما كان خيار شائع شو اللي أخذك بهذا الاتجاه وكيف كان تقبل العائلة والمحيط لهذا القرار؟ أبوي الله يرحمه كان ضد أني أكون رقاصة هك كان يشوف الفن الفن بس عارف أنه بدك تصير فنان أنا حكيت له متأخر شوي بس تجرأت وحكيت له لما كنت بالصف التاسع والعاشر والثانوي آه مبكرا أنت حسمت أنا من أنه أنا طفل كنت عارف رح أكون ممثل كيف؟ أنا ولد صغير كيف هيك إليه؟ كيف عرفت أنك ممثل؟ شاء القدر أنه كان عندنا سينما دار سينما في البلد لما ما كانش فيه كهرباء في البلد الكهرباء وصلت بلدنا بـ 72 الـ 73 يعني طفولتي أنا من الـ 53 للـ 65 مثلا لحد نعض 13 سنة كل هالفترة ما كانش فيه كهرباء وصلت للكهرباء لما أنا بديت أتعلم في الجامعة ولكن شاء القدر أنه كان فيه عندنا رجل اسمه يوسف بولوس الله يرحمه كان فذ عبقري بالكهرباء وبالالكترونيكا وبكل الشغلات هاي ففتح دار سينما في البلد على مطور جينيراتور اللي هو سموه اللي هو شغل السينما عليه فكنا نسمع صوت الفيلم وصوت الجينيراتور مع بعض وبالإضافة لهيك صوته هو لأنه كان يمسك الماكرافون يوقف عقبال الشاشة ويترجم من اللغة الإنجليزية للغة العربية إيش عم بيصير بالفيلم آه أنت شفت عرض سينمائي ومسرحي في آن واحد شفت عرض سينمائي ومسرحي وموسيقى السينما وصوت المطور تبعي في الكهرباء كله مع بعضه فهاي كانت لدرجة أنه لما توفى الله يرحمه أو لما كان يغيب بسبب مرض أو شيء أنا ما كنت أستلذ بالفيلم نقصني صوته تعليقاته فما كانش حلو الفيلم لما هو ما يكونش موجود يوسف الله يرحمه فهاي هي الطفولة اللي عشتها وكان طبعا في احتلال يعني هوني انت انشدت لحتى تقوم نعم أنا من هاي الفترة منه أنا ولد صغير كنت حاب أكون بطل زي لأن بشوفهم على الشاشة وبعدين صرت على فكرة هذا الكلام اللي حكيته بيشبه فيلم سينما باراديس سينما باراديس وفراطح حد حياتنا بس يعني ما ورف ليش أخدني الجو اللي حطيته لهذا الطفل اللي بيروح وبيحضر السينما هو يعني نصار مخرج عالمي مهم كان العروض يوم الثلاثة ويوم الجمعة ويوم السبيل هي كانت تصير بمبنى سينمائي ولا بالطلط؟ فيه عبارة عن بيت عربي مبني من حجر بالصيف بدون سقف كنا نشوف نجوم السينما على الشاشة ونجوم السماف وإينا بالصيف ولكن بالشتاء كان في مكان مغلق مع سقف بس كانت السينما أصغر يعني القاعة أصغر وكانت تحتشد بكل البلد وهناك كنا نشوف كمان سينما هاي السينما الشتوية السينما الصيفية هي بأيام الصيف تحت السماء والطارق أغلب الأفلام كانت أجنبية؟ أغلبها طالعة من هوليوود جاي من هوليوود رأساً على البيعنة يعني الأفلام اللي تلعط في هوليوود فرضنا بالـ 56 الـ 57 شفناها والله إنكم محظوزين طبعاً طبعاً أنا شو عندي يعني ذاكرة بعيدة بالأفلام اللي شفتها أفلام مشهورة جداً اليوم بالكلاسيكا العالمية مثل بتتذكر شيئاً؟ هذا الفيلم شفته أنا بالبعنة الفيلم كوستا جابرس زد بسنوات الستين شفته في البعنة كوستا جابرس اللي فيه ما بعد بعد سنوات طويلة اشتغلت معه بأول فيلم حنكي حنكي فكان بالنسبة لي إلي إن أشوف السلمة يعني هي نوع من الهروب من الروتين تبع البلد العادي اليومي لشيء حالم لشيء كبير فعشقت السلمة عشقتها من هذيك للفترة وإذن قررت تروح وتأخرت بإخبار والدك خفت أقول له لأني كنت عارف رد كالو أبوي كان جبل جبل بمنعنا حقيقي يعني كنت تشوفه كنت تشوف جبل قاعد يعني يقعد ممكن بالساعات هيك ما يتحرك بس كله يتحرك من جوه يعني حضوره كان مش طبيعي فكنت خايف أقول له لأنه بده يعني أكون دكتور طبعاً طبيب وقال لي عدة مرات أنا بده يعيك تكون طبيب وما كنتش أسترشي أحكي أسكت لأنه عارف بلليش أكون طبيب لحد ما شوي قوي عظماتي يعني وطريت أقول له حتى مش أنا قلت له يعني أنا سجلت في الجامعة وسجلت في معهد التمثيل وين تعلم ابن صالح فيما بعد معهد خصوصي للتمثيل أهم معهد جوه عندنا في تل أبيب ونقبلت للجهي ثاني ولكن لسوق حظي رسالة القبول اللي وصلتني على البريد من المعهد التمثيل وصلت لأيدين أبوي للسوق حظي شو صار؟ فأبوي بقرأ شو بكتب طلب من حدا يقراله اللي بقرأ عبراني مدير المدرسة فقراله إنه هون بقولوا إنه تم قبول نحن مسرورون لقبولك في معهد التمثيل في تل أبيب فأبوي إنجان كنت عمال بلعب سنوكر أنا وواحد صاحبي في القهوة اللي حدنا إيجي أخوي صغير بقول لي أبوي بدي إياك لما قال لي أبوي بدي إياك أنا سقطت ركبي بدي لك فرط وركبك أعرف شو بدي إياك في إيش يعني ليش بدي إياني فبقول لي شو؟ بقول لي وين؟ بقول لي بدك تصير ممثل؟ بقول لي آه قال آه وصارت مصيبة ما بدك تحكي لنا إياها؟ لا لا إيش أحكي لكم وأتجاعدكم لكم المهم تضطريت مكرهون أخاك الله بطل الله يرحمك يا بوي سامحك الله يرحمه أروح على الجامعة تروح على الأدب العربي يعني تعلمت إيش عشان أبوي الأدب العربي عشان أبوي الأدب العربي إنه ابني بالجامعة إنه إذا ما صار طبيب صار معلم يعني يعني مثلا وأنا اللي صار خلصت الجامعة وكان أبوي رافض تماماً حتى بعد الجامعة ضل متشبث برأيه؟ حتى بعد الجامعة ضل رافض 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 قلت إنه أنا جاين عندي ناس من العالم بدي شوي ها يعني يغير نظرته ولكن لم يصح بذلك قلت لك كان جبل ساكت ما كان يحكي بعدين عملت فيلم من وراء الخطبان اللي وصل للأوسكار بعد هذا الفيلم وبديت أشتهر لما بديت أشتهر صار يعني نوع من إنه الرضا إنه ابني ممثل مشهور يعني مش حقيلة رقاصة يعني فصار والحقيقة هو إنه حبني أكتر وقبلني أكتر الله يرحموه بعد ما عملت فيلم جنين جنين وشاف بعينيه إيش عم بمر علي فبدأ يتقلم كأب إنه ليه يعملوا هيك بابنه شو الصيرة حتى صارت علاقة كثير حمامية بناتنا تحول لداعم لإلك مش بس لداعم صار يفاخر في كوني ابنه يعني وتحولت العلاقة شوي شوي من نفور لشك لحيرة ليقين لا إفتخار أثناء دراستك بجامعة تل أبيب كانت البيئة هناك من معلمين وطلبي منفتحة عليك ولا واجهت تحديات كونك فلسطيني يعني الحقيقة أنا كنت مدلل بالجامعة ليش؟ كنت العربي الوحيد في المعهد الجامعة كان فيك طلاب لكن في المعهد الفنون أنا الوحيد الأول وشاب قروي فلاح شكلي مش عربي تقليدي ينظروا وشعر أشعر طويل وعندي إصرار إنه بدي أكون ممثل يعني جاي على المعهد أبو يبدوش أكون ممثل وعارب إنه أبو يبدوش فقلت يا بتكون أحسن واحد وبتبدأ في مجالك يا إنه بدعسه عليك يعني بتكونش موجود كان مفروض أكون سوبرمان عشان أكون مان كان مفروض أكون فوق العادي عشان أكون عادي ولكن لحظي أو أعتقد لحظي المعلمين اللي كانوا يعلموني كانوا يحبوني كتير بجوز لأنه شافوا هذا الإصرار وهي العزيمة إنه بدي يعني كنت أنام بالجامعة ما كنتش أروي على البيت أنام جوة بالجامعة بالمعهد كنت متفئ أنا والبواب إنه ما يخليني أنام جوة بقلب المعهد حطيت فرشي ونمت وأشهر كمان لأنه ما كانش عندي مكان ما كانوش يقبلوا يأجروا العرب في هذيك الأوقات كانت بعد الثلاث وسبعين مباشرة حرب الثلاث وسبعين وكان بالنسبة لليهود العربي هو العدو والأول كنت أروح أسأل عن بيت عشان أستأجير يقولوا لي كل شي تمام وأنا أشبح له وغيك ويقبلوني بعد ما يقولوا لي شو اسمك وأقول محمد يرفضوا أتصل بعد بكرة إنه ابني بالخارج وبس يرجع بحكي معه طبعا بعد بكرة ما فيش رد ما يعطونيش أسكم ففي فترة معين اقتريت أسكم في الجامعة بالسر ممنوع وهيك قضيتها يعني بالجامعة ثلاث سنوات آه يعني هومليس بس بتعلم بالجامعة عشان بدي أكون ممثل كبير وهذا نال إعجاب المعلمين بصراحة كمان يمكن لأنه المسرح الفن بشكل عام أكتر انفتاحاً والرؤية تبعث الإنسان اللي بتعامل بالفن هي أكتر مش أسود أبيض يعني ملونة يعني المعلمة اللي علمتني في الجامعة نولة شيلتون الله يرحمها ماتت قبل كم سنة كان عمرة مية وثلاثة سنين أو مية وثنتين يهضية أمريكية كانت تعشقني بس كانت تكرهني كانت تعشقني لأنه أنا أنا لأنه شايف فيه إنسان بده بده يوصل متابر ومجتهد وبحب شغله وكانت تكرهني لأنه ابنها قتل في الحرب حرب الثلاثة سبعين في سينة ابنها الوحيد كان عندها مشاعر مختلطة تجاهك كان عندها مشاعر مختلطة يعني بنفس اليوم بنفس الدرس اللي استمر أربع ساعات درس التمثيل ساعتين كانت تكرهني ساعتين كانت تحبني وانت كان لازم تتحمل كلها كانت تشوف فيه الجندي المصري اللي قتل ابنها وكانت تشوف فيه ابنها اللي قتل فشعور غريب يعني إنه حب وكرهه بنفس الوحيد وأنا ما كنتش أفهم ليه طبعا هاي الأشياء إسا أنا بحكيها لأنها حللت مرأت سنين وصورت أسترجع وأحلل آه هيك كانت تتصرف عشان كان هيك وهيك كانت تتصرف يعني كان عندي تحليل اجتهاد عشان أفهم ليش هي كانت تتصرف معي بهذا الشكل الله يرحمه ويسمحها طبعا ليش أكون في محلها لأنه الولد غالي أين كان وأين كان دينه وأين كان قوميته الولد غالي على أهل أي أولد ف... بسهم أنا بعد تخرجك من المسرح اشتغلت بالمسرح فقط لا اشتغل بالمسرح اشتغلت في المطاعم اشتغلت في العمار لأن المسرح كان بلا مردود مادي ما كانش في شغل في المسرح العنصرية كانت كمان في المسرح وما كنتش ألاقي الشغل ولما كنت ألاقي الشغل كانوا يعطوني أدوار صغيرة حارس واقف ولا بيحكيش ولا كلمة اذكر أنا عمري 22 سنة يعطوني دور في مسرح عبري كنت حارس مش حارس واحد لابس قناع على وجهه بالجوقة كان في جوقة من عشر 15 واحد وانا كنت واحد من الجوقة على وجهه قناع وما كنتش أحكي غير جملة واحد الكل يقولها كل جوقة ترددها عطينا سلام أيها الملك هاي الجملة اللي كنت أقوله ولو أموها أو أموني ما كانش المسرحي يصير فيها أي خلل يعني فيه زي 15 واحد ناقص واحد مش راح يصير شي بس هايك كان وعمري صار 29 سنة اللي عملت تقريبا أو 27 أول دور عملته بالمسرح دور رئيسي كان المعلم اللي علمتني هي أخرجت مسرحي وأنا كنت في المسرحي نولا نولا تشيلتون هلأ هو فيه مسرح مثل يعني نحن عنا ببلادنا في عنا شيء المسرح بيبقى بيتبع للدولة في شيء اسمه المسرح القومي أو المسرح كذا مسارح كلها تابعة للبلدية اللي هي تابعة لمنزانية الدولة طبعا وزارة الثقافة وزارة الثقافة طبعا ما فيه مسرح مستقل ما كان فيه مسرح عربي كل السنوات هاي كله يتبع لي مؤسسات إسرائيلية كله مسارح إسرائيلية وإذا بدك تشتغل كممثل بدك تشتغل في المسرح الإسرائيلي هلأ نفس الشي نفس الشي وضع المسرح هناك نفس وضع المسرح ببلادنا بيبقوا يعني الأجور بتبقى قليلة ماديات المسرح قليلة نفس الشي بي أجور بخسة بخسة يعني مسخرة مو بس لأنك عربي كل العاملين بالمسرح كل الممثلين بس لأنه ممثل مبتدئ كان بخس يعني إشي بيحزن يعني أبوي كمان كان نهاية المنطلة يتمدخر علي قول لي يعني شو شو هلا كيف بدك تعيش يعني كنت أفهمه يعني كان بده ما هو الوضع الاقتصادي عند الناس كلها كان تحت السفر عند الناس اللي احنا بنقصد العرب الفلسطينيين الفلسطينيين لذلك كان اهتمام عند أبوي وعند غير أبوي إنه يكون دكاترة أو مهندسين أو أعمال حرة اللي يكون فيه مردود مادي فيه استقرار وأمان فيه استقرار وأمان مادي والتمثيل ما بيطعم خبز يعني بالنسبة له وهي حقيقة يعني أنا تخيلي أنا بعد فيلم حنى كيل اللي هو الفيلم العالمي الأول اللي عملته رحت أشتر بالعمار حتى بعد ما صرت عالمي حتى بعد حتى لما كنت في الأسكر كنت أشتر بالعمار لأنه ما في شغل بدك تعيش وأنا تجوزت صغير كان عمر 22 سنة لما تجوزت وخلفت صالح لما صار عمر 23 سنة يعني أنا أكبر من صالح بشوي فبدي بديت المسؤولية تكبر فاضطرت أشتغل عشان أجيب خبز للبيت يعني وبسبب كوني موجود في هاي الدول اليهودي العنصري وما كانش هوين أنك تفرد وجودك يعني يعني زي ما قلت لك أنه كان لازم أكون فوق العادي عشان أكون عادي وعربي وفلسطيني وبالذات لما بديت عندي تتكون الهوية الفلسطينية الحقيقية بالفيلم حنكي اللي هو بيحكي عن حق العودة الفلسطيني والفيلم اللي وراه من وراء القطبان اللي بيحكي عن سجناء أمنيين فدائيين فلسطينيين في السجون الإسرائيلي فكوني عملت هذول الفلسطين أول الفلسطين كبار بدأت الهوية تتبلور بشكل أوضح 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 هي بديت من أيام الجامعة من أيام ما شفت العنصرية وكنت أشوف التمييز العنصري خارج الجامعة بالشارع بالجامعة كانت في حميمية المعلمين وكذا ولكن لما طلقت من الجامعة بديت أحس شو معناه إنك تكون أنت عربي في بلد مش عربي بكل شيء بكل مجريات الحياة بكل وين ما بتروح في الأماكن العمومية في المكاتب الحكومية في الضريبة في الباص في القطار في كل مكان كنت تحس إنه بتطلعوا على العربي إنه هذا ممنوع يكون هون هذا إشي وكنت تسمع كان عندك نفس الشي نفس الإحساس تجاه جمهورك لا لما كنت أوقف على المسرح كنت أملك الجمهور أفرد بغض النظر مين هو هذا الجمهور بغض النظر على مين الجمهور يعني مثلا بعد ما تكونت الهوية السياسية بوضوح عندي مين أنا وشو أنا وليش أنا قررت إن أبدأ أعمل مسرح عربي فقررت أعمل مسرحية المتشائل الموندراما اللي هي عن رواية الراحل إميل حبيبي الوقاعدة غريبة في اختفاء سعيد أبن نحس المتشائل اختصرناها بالمتشائل بدأت عروضها بالستة والتمانين وعملت حوالي لحد اليوم الفين عرض إذا مش أكتر استغربت جدا بصراحة هذا العدد الهائل عرضت بقطر كمان عرضت بأكتر من مكان سافرت فيه بالعالم بالعالم كله أنا طبعا شفت هيك بعض يعني ببعض أفلامك أنه حتى ما كنت تقدمها فقط بالمسارح وإنما حتى بالأهاوي مسرحية المتشائل أنا وأنا مسرحية المتشائل وأنا موجود في كل مكان وهكذا المسرحية يعني لو إستهون الوقت متاح وفي عنا تخت صغير هلأ بجبلك نعم كأنه جاي على بالك ترجع أنت إنت آخر عرض كان اشتقتله لأبو سعيد النحس آخر عرض كان يمكن سنتين أو ثلاثة مشتقله مشتقله كثير مشتقله لأنه مش مسرحي هي حياتنا هي قطعة من حياة الإنسان الفلسطيني صيغة مصغرة عن حياة الفلسطيني في الأرض المحتلة ما يسمى اليوم بإسرائيل هي كينونة الإنسان الفلسطيني اللي عايش رغم الدائق والأعداء بحاول يعيش حياته ومش ضبطة معه وبالآخر بلاقي حاله قاعد عخزوق عالي ومش قادر ينزل عنده وبستصرخ وبنادي نزلوني عن الخزوق لحد ما بيجي حدا بقوله ما حدا بنزلك عن الخزوق اللي غير أنتي أنت بتنزل عن الخزوق لما أنت بده لأنه لا تعلق أمال على أحد وهنا فهمت أنه خلاصي بيدي لا من العالم العربي ولا من الأنظمة العربية ولا من أمريكا ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من أهم المسؤولين عن القضية الفلسطينية خلاصي بإيدي وأنا اليوم بآمن أنه خلاصي أنا محمد بكري عن طريق رواية الشعب الفلسطيني في السينما وفي المسرح هذا نضالي هذا لا يلغي نضال الآخرين لكل إنسان في وطننا العربي الفلسطيني سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة أو في المخيمات للاجئين في سوريا أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان نضالاتهم تختلف عن نضاله كله نضال ضد الاحتلال في من يناضل بالبندقية في من يناضل في جسده في من يناضل بسلاح وفي من يناضل بالقصيدة وفي من يناضل بالرواية وفي من يناضل في السينما والمسرح وفي الفن التشكيلي أنا من جماعة الفن المسرحي والسينمائي مناضل من خلال هذا الفن وأقول كلمتي عاليا دون تردد وتأتأه لأني أعرف من أكون وماذا أريد وماذا أتمنى وبماذا أحلم أجزاماً أحد عروض مسرحية المتشائل بحدث أليم اغتيال ناجل علي الله يرحمه ناجل علي لما أنا وصلت لندن كان الأسبوع اللي قتل فيه ناجل علي أنت رحت لتقدم هاي المسرحية بلندن أنا رايح أقدم المسرحية كان عندنا خمس عروض في لندن مبرمجين خمس عروض وقتل ناجل علي ففكرت أنا وإيميل حبيبي أنه نلغي العرض ولكن سبق ذلك أنه رحنا نقاجر على بيت ناجل علي الله يرحمه كانت زوجته موجودة بالسواد وإخوتها جايين من الشام وابنه وخالد وطبعا جوا حزين جدا زلم مقتول بعز شبابه فنان كبير هوية هايقونة هايقونة يربينا عليه فإيميل الله يرحمه بعد ما حكى كلمة تأبين مؤثري جدا قال أنه إحنا قررنا أنا والفنان محمد بكري أنه نلغي العرود فكل اللي كانوا قاعدين بدون استثناء وقفوا وقالوا لا من شان ناجل علي آمن العرود وإحنا جايين على العرض وأجوا على العرض ما على زوجته طبعا معذورة وكانت عرود كثير مميزة في لندن وكان تأثير كبير لإغثيال ناجل علي علي أنا في تأذية العرض بشكل أعمق وأقوى طبعا أستاذ محمد تربطك علاقة استثنائية بإيميل حبيبي مزيج من شيء إنساني وتعاون فني وكأنه شيء حتى فكري أبوي كيف تعرفت عليه ونشأت هاي العلاقة بيناتكن رغم إنه فيه فارق عمر بيجاوز 30 سنة هو أكبر من أبوي الحقيقة نعم كنت بدي بدي أكمل فكرة إنه ليش هو بالذات من بين كل الناس اللي ربطتك فيهن علاقة اخترته بفيلمك الوثائقي من يوم ما رحت لحتى تحكيله وشو صار معك بعد وفاته بدلت صاروا سؤالين شوف أقولك أنا بحب الناس الأذكياء ولا أطيق الغباء كما لا أطيق الصيف الحار والضبان أبحث عن الأذكياء لأنه بيصير عندي اكتفاء ذاتي لما أبقعد مع إنسان ذكي بستفيد بتهنى من اللحظات اللي بتحصل اللي ما بتحصل مع الأغذياء ويميل إنسان جدا ذكي أي أولا ذكي لدرجة إنه اليوم أنا أشتاق لذكاؤه إذا الغباء العرب المطبق والعالمي الغباء ليس حكرا على العرب وحكرا على الإنسانية أيًا كانت في كل الأزمنة الثلاثة الأعظماء والمفكرين الأعظماء أحرقوهن وأعدموهن مثل من أيام ليونال اليوم سوقرات وأفلاتون وهدول ما بالك عن الصوفيين اللي لوحقوا الأغلب الصوفي وما بالك عن عباقرة اللي خلوا ختم في الإنسانية لوحقوا وقتلوا يظهر إنه لأنه هم أعداء الغباء فبخطروا عليه فبقتلوهن فإيميل كان من هذول الناس اللي بنظري أنا كان ثاقب النظرة ما كانش ملاك ولا كان نبي الله يرحمه ولكن عندما تحب تسامح ويجب أن نسامح ما علينا أن نحكم على أحد لأنه لم نكن في مكانه حط نفسك دائما في المكان اللي الإنسان غلط فيه وحاول تفهم من وين إجا هذا الغلط وليش إجا هذا الغلط طالما أنه دكي ليش يغلط أحيانا ظروف القاهرة بتخلي الواحد فينا يغلط لأنه أو بيكون تحت تأثير ضغط معين ضائقة نفسية أو مالية أو أيا كانت اللي بتخلوش يكون حر في خياراته وفي تفكيره وفي وزنه للأمور فإيميل الله يرحمه أنا بعشقه منه أنا طفل صغير كان ييجي على البعنة يعمل اجتماعات شعبية للحزب الشيوعي ويخطب بشكل مش طبيعي كان عنده ملكة الخطابة قل ما زعماء في العالم يعرفون فن الخطابة كما عارفه أمير حبيبي طبعا أنا كنت ولد صغير ما كنتش أفهم هاي الأشياء بس كان يشدني كيف كان يسب على بن جوريون كان رئيس الحكومة في حين وأيام الحكم العسكري وعلى كل القيادات الصهيونية ما كانش يخاف وكنت أستغرب أنا ليه بخافش يعني هو زرع فيي الثقة في المواجهة شجاع شجاع مش طبيعي طبعا كان عنده حصان برلماني لأنه كان في حينه عضو عضو كليسة الإسرائيلي وعنده حصان بس أنا كطفل ما كنتش فاهم هذا الشي وفي أمثل كثير صارت في البلدة إنه أثناء الحكم العسكري إنه حاولوا مثلا يمنعوا اجتماع شعبي بحجة إنه هذا تحريض أو كذا وفي حكم الثوارئ تبع الحكم العسكري فكانوا يمنعوا الاجتماع فكان هو يفرض عليه الاجتماع ويقول لن أكب نعملوا بدون ماجرافون وكان يعملوا بدون ماجرافون ويخطب أنا ما زلت أذكر صوته جاهوري مبحوح وكان يضحك الناس بالحكي عنده كاريزما عنده كاريزما مش طبيعية وعنده حس النقطة العالي جدا واللي سريع الخاطر سريع البليهة وأقلم الناس اللي كانوا هيك فأنا حبيتهم من أولا الطفل بعدين لما كبرت ما حبيتوش ليش آه ما حبيتوش من الكتابات اللي كنت أقرأها ما كنتش أحبة الأسلوب بتاعه بعدين لما كبرت أكتر نضجت أنت وصار عني نضوج بقدر أقول سياسي وقرأت المتشائل بتماعهم أشئته رغم أنه شخصية سعيدة والنحس هي شخصية المهزوم الخاين الدليل المقهور وشوي شوي 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 بديت أشوف فيها في الشخصية جيل أبوي الناس الناس اللي فيستموا من أهليهم وبقوا على طاولة اللئام أي ثم على طاولة اللئام وهذول الناس لا يجدر بي أن أحاكمهم على العكس بنزلني القبعة أنه بفضل هذول أنا بقيت في وطني ولست لاجئا في أي مكان في العالم ثمن كان ذل ذلهم فكان سعيد ذليل مسكين مغلوب على أمره البطل اللا بطل أحد المشاهد اللي هزت مشاعري وأنا أقرأ الرواية أنه في مشهد المسرحية اللي هو موجود في الرواية طبعا أنه ولاء ابن سعيد يصبح فدائي كرد فائل على أبوه المسكين الدليل يختار الكفاح المسلح ويختبئ فيه إحدى مغائر التنطورة على شاطئ البحر تنطورة البلد المشهورة اللي صارت فيها مجزرة كبيرة في الثمانة واربعين قتلوا الناس بدم بارد على الشاطئ رشوا حوالي ماتين وخمسين واحد وعملون من قبر جماعي في هذا المكان وليس صدفة أنه عميل حبيب اختار التنطورة كما كان لهذه القصة لهذا المشهد الرائع وهناك في مشهد اللي سعيد يقبض عليه من قبل السلطة الإسرائيلية باتهام أنه ابنه فدائي ويأخذوه قصرا وصبا عنه على شط التنطورة عشان يواجه ابنه الفدائي ولا المتخب بالتنطورة وحامل السلاح ويحاول يقنعه أنه يسلم نفسه ويسلم السلاح لما بيصلوا الشط وهذا المشهد اللي بيهز المشاعر سعيد أبو النحس يتحول إلى كلب مش بالمعنى الحارفي بالمعنى أنه حتى صوته بنقطع بقدرش يحكي بده يحكي مع ابنه ولكن مش طالع معه بنخرس وتأخذ زمان من الأمور باقية الزوجة وتتكلم مع ابنها من بعد وهو بالمغارة وبصير فيه هناك ديالوج طويل جدا بين الأم وابنها الأم بتترجى الولد أنه يسلم حاله عشان يسلم ويسلموا والولد بقول لها ليش أسلم حالي ويصير هون الصدام بين فلسفة البقاء تبعة سعيد الذليل وبين فلسفة البقاء بالصمود والمقاومة فسعيد بكون بالنص قاعد على حيث مهدود مش فهم شو عم بيصير مخروس من الخوف من خوفه على ابنه ومن خوفه من جبنه لدرجة أنه بالآخر الأم تقتنع أنه ولاءه الصح وهن الغلط فبتهجم على البحر على المغارة فاتحة إيديها بقول له لوين رايحة يا أمه لوين رايحة عم تحميهن بظهرك الجنود بتقول له لا جاي أحميك في قلبي لهذه اللحظة سعيد بسهم أنه أتلوهن اتنين الأم الباقي ما تبقى له وولاء ابنه فلد كبده حبيبه الغالي اللي سماه ولاء عشان يثبت ولاءه الدولة الأسماء مش صدفة في القصة فهنا المشهد كان يخاف منه يميل أثناء العروض كان يكون متوتر كنت أشوفه بدخن سجاير حضر معي أكتر من 200 عرض وقلوه يا أبو سلام ليش متوتر ليش بدخن كتير يقول لي لا ولا شي بس أنا كنت حاسس وعارف أنه متوتر لأنه فيه إشارة في الرواي وفي المسرحية من بعدي أنا ببعدي أنا لتشجيع واحترام الكفاح المسلح كوسيلة للتحرير كأحد الوسائل كوسيلة للتحرير بالنسبة لولاء بالنسبة لهذا الجيل كما قلت في البداية هناك عدة أنواع من النضال نضال ابن المخيم اللي يختار السلاح لأنه ما عندهش حال ثاني الخيار منظمة التحرير أثناء كونها منظمة التحرير قبل اتفاق أوسله لحد اتفاق أوسله كانت منظمة التحرير وكانت في حروب مستمرة مع إسرائيل من الثمانية واربعين من الخمس وستين السوري من ما تكونت لحد اليوم لحد أوسله وإحدى النضالات الكبيرة اللي كانت ببيروت بعد أيلول الأسود في الأردن وكنت أنا أحس أنه في نوع من الولاء طبع إيميل حبيبي للفدائيين هذا الشيء كان يوتره لمسته أنا في المتشائل وهذا الشيء كان يوتره جدا لأنه كان يصرح دايما عكس ذلك عكس ذلك بالمعنى أنه بالنسبة للعرب الثمانية واربعين والبقاء في البلد في الوطن عليك ألا تغامر والكفاح المتسلح بالنسبة للثمانية واربعين هي مغامرة لأنهم تحت سطوة إسرائيل لأنهم موجودين جوة إيديهن طائلة يعني علينا وإنتا بدين بلقونا وبشك إذا أنا بدين أنظر بعمق للموضوع ماهو حق لأنه كينونتنا جوة كمواطنين بين ألف وثين بتخطر على وجودنا يعني هن عم بنادوا بترانسفير للعرب الثمانية واربعين من يوم هن واليوم تجلت شيء أكثر وأكثر بالتصريحات الأخيرة طبعة سموتريش طبعة القيادات الصهيونية الموجودة بدينش عرب للبلاد أنا متأكد إن التسعة وتسعين في المية بديش أعطي بديش أقول نسبة مئوية لأنني ما عملتش إحصاءات ولكن كل يهود صهيوني وهم الأغلبية الصاحقة يتمنى لو بفيق الصبح بديش والعربي في فلسطين في الثماني وعربين فإيميل كان يتحاشى ذلك ويمكن أنه كان بالحزب الشيوعي كمسؤول كممثل الحزب الشيوعي اللي نادى كل الويت بدولتين لشعبين أنا أصف يعلن أنا أقول بديش أحكي سياسي وأنا عم تيجي بريني أحكي السياسي ما منقدر وأنا ما بفهم بالسياسي لا ما منقدر يعني عم نحاول فأنا كنت أحس بهذا المشهد لما يصفق الجمهور للأم التي تنضم إلى ابنها الفدائي إيميل كانينزاج لدرجة أنه في أحد العروض في عرضين صارت هاي بالعروض اللي كنت أعملها بهذا المشهد للعرب بكل العروض كانوا يزقفوا الحس الوطني كان يشتغل عند الناس أنه الأم هي الصح والولد هو الصح لأنه مش مخلين محل الصلحي ولا أدعمنا في أحد العروض في مدرسة من مدارس إسرائيلية في إيلات الشباب والصبايا اليهود صفقوا في المشهد فهموا؟ أقسم بالله صفقوا أنت كنت عم تقدموا بالعبري؟ بالعبري وفهموا وصفقوا فهمين كل حرف مترجم والترجمة بالعبرية كانت زي العربية يعني ببول إستخلينا أكمل وهذا عجبت أنا بحالي بيومها بصراحة أنه واو صفقوا لي وأنا الفدائي وأنا اللي بدأت لهم يعني عمليا نموجه سلاح عليهم وهي هيك حتى الحركة على المسرح هيك على الجمهور هذا الشكل وهذا الشيء بهدد جدا إيد على الزناد والبرودة هون في أحد العروض وهذا اللي كنت بدأ أقوله في نيويورك في محل اسمه الفيليج جيت كان عرض رائع مترجم للإنجليزي طبعا وكان جمهور نصف أمريكان نصف عرب تصفقوا بحرارة فبعد العرض كان فيه بانيل مع الجمهور أنا بذكر كنت قاعد هون لا هون ويميل قاعد هون ع الطاولة الجمهور قدامنا وهون البريء ده بعد المسرحي اللي باشرب منه بدكر الصورة موجود الصورة عندي لليوم إذا فطنتوا ألاقيها بابعتلك إياها بالبلد وقف إيميل وقال بعد ما بدل النقاش بدل النقاش بهكذا you have seen tonight قد شاهدتم الليلة a great actor ممثل عظيم but you didn't see my story مش قصته كانوا تنصل من القصة أنا بدي أنزل تحت الطاولة بهذه كل لحظة يعني متت بالعرض روحة العرض عرقي كان يزرب من كل جوانب جسمي متأثرت جدا وإنك لما أنت بتعمل عرض مسرحي من هذا النوع اللي فيه هاي الطاقة وهذا الكم الهائل من العواطف أنت تتمزق أنت بتصبح بعد العرض زي الشريطة منهج منهج زي الكلس اللي فرغوا من كل شي خواء كامل فراغ ضياع هيك إنسان بدون طاقة مية طعبان فأنا بهذا التعب وبهاي اللحظة اللي قال فيها إنه هاي مش مسرحيته بدي أتخبت تحت الطاولة هو تنصل لنفس السبب اللي أنت اللي حكينا خوفا من إنه يتهم بالمغامراتية فأنا سكتت ما حكيت إش بس أخذتها لقلبي حس هو ذاك فاستدركه وقال دغري متشائل متشائل هو المتشائل قال بط بطتها يعني بط إذا سأخذها أجل سأخذ محمد بكري كم هائل من المتناقضات موجودة في الرجل واحد سعيد أبو النحس عشان المشاهد يفهم بدأقول مشهد اللي بفسر شو معنات المتشائل إنتوا عارفين شو معنات متشائل هن كلمتين متفائل ومتشائل وهذا اللقب هذا الوصف هذا اللبئ طلع علينا من أول وما انخفت أول واحد بإعلتنا ست الأولانية أخوي الله يرحمه كان يشغل ببورد حيفا بالمينة يعني فيوم من الأيام لطشوا الوينش ولا هو جايبه على كاسح الأمواج لم لمولنا إياه شقف البطنية وجابولنا إياه وهو عريس بشهره مش بشهره يعني متجوز جتيل المهم أبرنا وروحنا وأجت الناس تقاجر علينا ما هي العرب تموت على الواحد لما يموت نطط إمي شو بتعمل تضرب كفت كفت بتقول الحمد لله الحمد لله يا رب من يحيصار هيك ولا غير شكل شو بدي يصير أعطل من هيك يا عجز النحس مرت ونطط قالت له قالت له إنك تخط فيها مشحرة بحياته تعني أنهي خطفت بعد من سنتين مع واحد من عيلة بون بس طلع بنت عش وإمي نفس الموالب يحيصار هيك ولا غير شكل فشو بنكون إحنا متفائلين ولا متشائمين هاي تفسير إيش معنى تكون متشائل يعني كنا نسقف هلأ لسعيد أبو النحس وما قال على لسانه هلأ فهاي هي علاقتي بإميل كانت علاقتي بأبوي بحبه وبكره مختلطة كمان وبنفر منه بس بالنهاية أبوي هو كان مثل الأب الروحي فينا نقول لإذاك نعم كان مثل الأب الروحي ولكن اليوم أنا أعشق إميل حبيبي وأعترف بأخطاؤه إميل لم يكن ملاكا إميل كان إنسانا ليس معصوما عن الخطأ كما كل الناس كان ممكن تفادي بعض الأخطاء ولكني لست في مكانه ولا أستطيع أن أحكم عليه في مكانه وزمانه لأن الزمان اللي مرأه إميل حبيبي في أثناء الثماني واربعين وما بعد الثماني واربعين مش هوين والبقاء ثمن البقاء مش هوين ثمن البقاء ندفع ثمنه يوميا من ثماني واربعين لحد اللحظة اللي أنا عم بحك فيها الآن وكثيرون منا من المناضلين بدون ذكر أسماء لكي لا أظلم أحد أو أتجنع على أحد بدون ذكر أسماء هاربوا من هذا الواقع لم يستطيعوا الاستمرار في تحمل الظل من ناحا والصبر والصبر وقرروا النضال من الخارج لا أستطيع أن ألومهم ولكني لا أستطيع أن ألوم من بقوا من ناحا ولكل ولكل احترام في الخارج أو في الداخل ما يهمني صدق الإنسان كم هو صادق وبقدر ما يقدموا لهذه القضية وبقدر ما يقدموا للبشرية للناس للتاريخ أميل لا أحد يستطيع أن ينكر معلم علم الأجيال وأنا واحد من هذول الناس فإذا ألومه ألومه بمحبة لا أحكم عليه كما لا أحكم على أبي أبي حبيبي مهما كان ومهما أخطأ يبقى أبي ومن ينكر أباه ليس رجلا لماذا تحب المتشائل؟ السببين رئيسيات أحب المتشائل السبب الأول الصدق العالي جدا يوصف حالة الضعف الإنساني تمجيد واحترام وشفقة واعتراف ومحبة وتعاطف مع الإنسان الضعيف الذي ننتمي إليه جميعا نحن التلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام العربي متشائل كل الوطن العربي ملان متشائلين من الخليج إلى المحيط والذي يقول لا يكذب على حاله نحن مقموعون من قبل سلطتنا والقمع يولد الضعف الإنساني والتشاؤل هذا أولاً ثانياً هذا الضعف الإنساني الذي يتمثل في شخصية سعيد أبو النحس هو تعريا للحركة الصهيونية وللمجازر التي قامت بها الحركة الصهيونية منذ قبل الثماني واربعين والثماني واربعين وكل الحروب التي تلت ذلك وقمتها الآن في ما يحصل في غزة سعيد أبو النحس المتشائل تعري هذه الحركة وتبرهن للعالم أنها من أخطر وأكبر الحركات العنصرية التي ولدت في التاريخ من أجل ذلك أنا أعشق المتشائل بدنا نخرج من المتشائل ونذهب إلى السينما قليلا أنت طبعا استاذ محمد من خلال الأعمال سواء اللي شاركت فيها أو اللي أنتجتها خاصة بي خلينا نقول بالمرحلة المبكرة من عملك بالمجال السينمائي كنت كتير يعني منفتح على الآخر عم بتحاول تعمل شيء داعية للسلام عم بتتسع عبر عملك الفني لإيجاد لغة تواصل مع هذا الآخر اللي كل الوقت بده يلغيك ممكن تاخدني لهذاك الزمن شو الأفكار اللي كانت متحكمة فيك شو هي الآمال شو الظرف أصلا اللي دفعك يعني لهذا الإيمان بهذه المرحلة أنا ما بدي رأيك هلأ كنت داعية للسلام وما زلت داعية للسلام ولن أندم على ذلك ولكن ولكن الآن لا أستطيع أن أقول عن نفسي أني داعية للسلام بعد ما حصل وما يحصل الآن في غزة وفي تنان لا أستطيع لا أجد شريك للناحية الأخرى لأن الإجماع الإسرائيلي على الحرب على غزة وقتل الأبرياء لمعظمهم من الأطفال والنساء لا يبقي لي شريكا منهم وإذا بدي أكون صادق مع نفسي أكثر ربما دعوتي للسلام كانت نوع من التشاول من أجل البقاء ومن أجل أبنائي ومن أجل أحفادي لأنه معنا لأنه معنا ما ظاهر لا برة ولا جوة برة لا يوجد شيء أشرح العالم العربي مش الشعوب العربي العالم العربي القيادات العربية الشعوب كلها صادقة بدون استثناء بتفاوت بس كلهم يحبوا الفلسطينية وكلهم بدهم فلسطين محررة ولكن ما باليد حيلة مش قادرين يعملوا شيء هذا الجزء الأول رجعيني للسؤال رجعك للسؤال لا الحقيقة بدي أخذك من إجابتك لمكان تاني بالنسبة ل دعوتي للسلام ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا إحنا خلقنا عشان نعيش مش عشان نستشهد الحياة مرة وحدة أنا بدي أشوف أحبادي وبيدي أشوف المتجوزين وأفرح فيهم أنا بديش أموت وأنا بديش أهلي في غزة يموتوا ولا في أي مكان كمان مرة أنا لا ألوم المقاومة الذي لم يجد سبيلا آخر للبقاء غير المقاومة لأنه الاحتلال لا يساوم أنا لا أريد أن أساوم الاحتلال أنا أريد أن ينتهي الاحتلال والاحتلال والاحتلال لن ينتهي إلا بالمقاومة المسلحة والثقافية بالنضال خلينا نسميه بالنضال على أنواعه يجب أن ينتهي هذا الاحتلال كون اليوم إجماع إسرائيلي على استمرار الاحتلال واستمرار المجازر في غزة وغير غزة لم يبقي لي أملا في إيجاد شراكة في الطرف الآخر ولو اليوم إمي الحبيبة عايش كنت رح أسأله هاي الأسئلة وبعرش إذا كان رح يكون عنده جواب هو كان بيشوف أنه أقدر الفلسطينيين والإسرائيليين سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم واحدة بالآخر لا قيلها هيك بالفيلم سمحني في فرق كبير اقتبس اللي قالوا تماما بالحرف بالفيلم أخاطب الفلسطينيين بشجاعة أقول لهم سواء أعجبكم أم لم يعجبكم فإن قدركم معلق بالإسرائيليين وأقول للإسرائيليين كذلك سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم فإن قدركم معلق بالفلسطينيين أنا سؤالي كان بهديك المرحلة بفيلمك تحديدا اللي شفته أنه ألقى الضوء على جوانب بالقضية الفلسطينية نحن ما بيعرفة غير كل باحث هو منقب الحقيقة يعني نعم كنت حابة تحطني بالشرط الزماني والمكاني اللي جعل من محمد البكري متقبل هاي الأفكار بدي أفهم ليش كان في تلك الطروحات بهداك الزمان وليش كنت أنت مؤمن فيها أنا كنت مؤمن بس كان عندي الشكوك كنت مؤمن لأن شفت حركات خصوصا بعد بعد مجزرة صبرة وشتيلة خرج مئات الآلاف الإسرائيليين لمظاهرات ضد شارون وكان فيه إشي اسمه حركة السلام الآن وكان فيه يسار إسرائيلي بينهما اللي يطل صوته لدرجة إنه بيغين استقال في هذاك الوقت من رئاسة الحكومة بسبب اللي قام فيه شارون دون علمه كان فيه أمل وهذا الأمل اللي ولد فيما بعد التسعينات بداية أصله بغض النظر عن الاتفاق والمساء وإيجابياته وسلبياته بس كان فيه أمل أنه راح يصير حل سلمي بمصافحة ربيين لأبو عمار المشهورة اللي كنا بنين عليها أمل أنه يصير فيه دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل مع حلول دائمة في المستقبل هذا الشيء أعطاني أمل ولكن كان عندي دائما تساؤلات يا ثرى قدر واحد قدر واحد مصير الإسرائيلي معلق بالفلسطين ومصير الفلسطيني معلق بالصحيح ولكن هناك فرق كبير يا إميل ويا آخرين بين غباء المضطهد وغباء المضطهد غباء المضطهد رد فعل غباء المضطهد فعل وهذا اللي انتقلت بفيلمك كيف نستطيع أن نقارن بين غباء القاهر وغباء المقهور بأي حق المقهور سلاحه أنه يكره القاهر سلاحه الحقد الدفين والمجازر التي تصدر عن ذلك هذا ما يحدث الآن في غزة وفي لبنان هذا حقد مرضي دفين لا أستطيع أن أقارنه بغباء فلسطيني يفجر نفسه لأنه مش ملاقي حال تاني هذا فعل هذا فعل هذا دكاء شيطاني يستخدم كل الألعيب والأحبيل من أجل تحقيق أحلام صهيونية غبية دفينة تحلم بإسرائيل الكبرى وهذا فلسطيني متعوس مغلوب على أمره بقاوم بما يتاح لديه لا أستطيع أن نلومه قلت أنه كان عندك شكوك نعم بعد فيلم جنين 2002 تحققت من هذه الشكوك ولا أبل تحققت من ذلك من اللي بقوله بعد بعد داعية للسلام كنت وما أزال اليوم طبعا مع كثير علامات سؤال على اللي أملته يعني اليوم بدي حاسب نفسي على الماضي بقول صح مش عارف تاريخ يحكم عارفش في أسئلة ما عنديش جبات عليها على تصرفاتي أنا يعني على مدى إنسانيتي وأنسنتي للأمور أنسن عدوك بديش أنسنه ما هو مش إنسان كيف بدل أنسنه يعني ما هو أثبت أنه مش إنسان على أي أساس أأنسنه أظل أأنسنه ما هو مستدرتني مش بس مش مأنسني بل مشيطني بدون حق قضية فلسطيني ما بديتش في سبعة أكتوبر قضية فلسطيني بديت بالثمانة وارمعين وما قبل سبعة أكتوبر هاي حرب بيبي ناثنياهو مش حربي أنا ولا حرب الفلسطينية حرب رجل واحد ميغلومان نفكر حاله الله وهو صفر على الشمال خسيس كذاب حرامي مجرم وكل الحرب هاي عشان ندافع على كرسيه عشانه متورط بمليون مشكلة مع مشكلة فساده 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 كذاب ما يقلمني ويعدم شراكة من الناحية الأخرى بالنسبة لإليه اليوم هو إنه مش عم بيعملوا شي الإسرائيليين أمام هذا الفساد وهذا الكذب وهذا الزور وصاروا يقامنوا إنه هاي حرب وجود هاي مش حرب وجود هاي حرب بيبي ناثنياهو على الكرسي ليش مش فاهمين وليش مش عاملين قتلتوا داعية السلام بدم بارد ربين بعد المصافحة الشهيرة تقتلون من يريد السلام وتبجلون إله الحرب أي شراكة شيطان الحرب أي شراكة أنا بقدر أستنى منك بعد وين اختفوا هذول الناس اللي كانوا يدعون الشراكة داخل المجتمع الإسرائيلي وين اختفوا في اختفوا في غياه بالخوف من مني وأنا بخاف وما بخول آخر شي نخاف منه أنا لم أقتل إنسانا في حياتي لم أكن في أي جيش في حياتي لم أقتل نملة ويخافون مني بكوني محمد بكري صانع فيلم جنين جنين اللي حكيت فيه حقيقة الإنسان المصحوق في مخيم لاجئين في مخيم جنين ليكل هالأد عمل هالضج ودخلك في دوامة المحاكمات التي امتدت عشرين عام شو فيه لأنه بنظرهم أنا اقتربت من البقرة المقدسة اللي هي الجيش الإسرائيلي بالجيش الإسرائيلي بالنسبة للإسرائيليين هو بقرة مقدسة بالنسبة للي هي خنزير مدنس كيف اقتربت بفيلمك من هاي البقرة المقدسة؟ لم أقترب هم يدعون أنني اقتربت من هذه البقرة المقدسة الفيلم بيش على الجيش الفيلم على الاحتلال وبشائع وجرائم الاحتلال وتأثيرها على الإنسان الفلسطيني المصحوق في المخيم الفيلم ما فيش فيه جيش وما فيش فيه شخصيات من الجيش كل شخصيات الفيلم هم ضحايا الاحتلال والاشتياح الإسرائيلي في الالفين واتنين كما فيلم جنين جنين على أهل المخيم بعد الاشتياح الغاشم في ثلاثة سبعة الفين وثلاثة وعشرين صنعت هذا الفيلم مباشرة بعد الاشتياح كما صنعت الفيلم الأول مباشرة بعد الاشتياح ولحسن حظي أو لسوء حظي خلصت الفيلم في شهر تسعة الفين وثلاثة وعشرين بشهر عشرة بديت الحرب على غزة فما كانش في مكان لعرض الفيلم يعني مين له نفس يشوف أفلام يعني بهاي اللحظات فأجلت ذلك إلى أن أثيته الآن إلى قطر لعرض الفيلم هذا سيكون عرض أولي سيكون عرض أول في قطر بالعودة لفيلم جنين جنين هي طلقة خرجت من جندي إسرائيلي واستقرت في جسد زميلة مهنة ممثلة أيضاً كانت السبب الرئيسي باتخاذك قرار بأنه أنت بدك تنزل على المخيم ومتصور أنا كنت موجود في مخيم في حاجز الجلمة أثناء الاشتياح على مخيم جنين وكان في إشاعة أنه في مجدر عم تحصل جوه لأنه مساكرين المنطقة عسكرياً ومنعين التواقم للسعاف تدخل ومنعين الصحاف تدخل فكان في نوع من الإشاعة أنه في مجدر عم تحصل جوه كنا نسمع إحنا الخبط والضرب أنه إحنا عربين على جنين ورحنا في مظاهرة عرب ويهود كنا الدواعي السلام لوقف المجدرة لوقف الحرب فمر جندي إسرائيلي وطخ علينا بدي يطخ علينا من أجل القتل يعني فقط واللي كانت وقف جنبي فالنتينيا أبو عقصي أصيبت في ذراعها فالنتينيا هي أبو عقصي ممثلة من معلية كانت تمثل معي في مسرحية بيت بيرناردا ألبلا كلوركا هي إسرائيلية فالنتينيا هي فلسطينية زي فلسطينية لأنه ما سمعت الكنية فالنتينيا فالنتينيا أبو عقصي أبو عقصي نعم ممثلة وصيبت رصاص حي كان يطلق عليكم رصاص حي من أجل القتل بالصدفة بالصدفة ربنا هيك بدلوا أنه كان فيه هناك زابط شرطي عربي من الرينة هجم على الجندي وثبتوا ما خلوش يطخ ولا كان أضع علينا يعني مم 16 فيها أبصر أكمل رصاصة المهم فأنا أسألت نفسي في تلك اللحظة إذا هذا الجندي بتصرف هيك معانا هون إحنا مسالمين وقفين ندعي للسلام كيف بتصرف جوه بقلب المخيم لسيما أنه في إشاعة أنه في مجزرة جوه هذا اللي ضوال الضوء الأحمر وخلني أبوت على المخيم مع الكاميرا تسلل أنا طبعا لأنه ما كنتش بقدر أفوت تسللت تسلل وصورت الفيلم قديش استغرق تصويره أربعة أيام كيف اخترت الشخصيات قلبي وعيوني قلبي قال عيوني هدول ما كانش في عندي سيناريو ما كانش في عندي خطة أنت بس حملت الكاميرا وبدك تنزل تصور أي شيء يا غافل إلك الله يعني فتت أصور إيش بشوف بس فصورت المكان المكان كان كأنه بيتنام بعد غارة أمريكية عادي كله مهدم وشفت ناس مضروبة مصعوقة ناس تحكي محالها فصورت كانوا في شوك من اللي صار يعني إحدى الجمل اللي أثرت فيه جدا من أحد الشخصيات الله يرحم وأكرم أبو السباع اللي اتهم إنه هو إرهابي طبعا فيما بعد مين مش إرهابي يعني بالنسبة أنا إرهابي أنا إرهابي بالنسبة لإلهن صورة داعية السلام إرهابي من خبال يعني مخرب فقال لي قال لي أنا بشتاء لليوم اللي كنت فيه أتمنى للطفل اليهودي زي ما بتمنى لإبني ومستعد أعيش معاهن بسلام بس بعد اللي صار كيف بديني رجعوا لي هذا الإحساس وأنا اليوم بعد اللي صار واللي عم بيصير بغزة كيف بديني رجعوا لي الإحساس إنه أنا مستعد أعيش معهن بسلام على أي أساس نشف ريئ الله ينشف ريئك ريئ وريئ شعبي كله بعد الفيلم أثناء محاكمتك استوديت للقاء الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف الله يلعنه طيب رحت شفته هو طالب يشوفني ليه مش عن الفيلم طالب يشوفني فكرت بده يعطيني جائزة رحت يغافل لك الله قولي حكا ومن ضمن اللي قالوا ليش ما تكونش أنت بالسياسة أنت محبوب وعندك شعبية ليش ما تروحش إلك تأثير على العرب وعاليهود ليه ما تروحش على السياسة وقلت له أنا فنان وما ليش في السياسة قال طيب بس لا إيش أنت عملت هذا الفيلم يعني إحنا في حرب مع العدو المخربين الفلسطينيين وياهن عم بيقتلونا بالبساط وبالمطاعم وانت رحت عملت فيلم عليه وقلت له أنت شفت الفيلم قال لي لا طيب أنا جايب لك قال لي لا ما بدي أشوف ليش بيخاف من قرار المحكم قال لي لا 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 كأنه قرصته حية بقوله ليش لا بقول لي ما هو أنا سمعت عليه خلاص قريت عليه أرى عليه وسمع عليه زي ما كل الشعب الإسرائيلي أرى عليه وسمع عليه إنه فيلم كذب فقال لي بما معنى إنه شو بدك بهالشالي ضبه حطه بالزرور شو بدك بهالشالي واجع الراب يعني حوالي يرشيني أم قال له إيش رأيك يعني قال لي يعني ضبه بالزرور مش ضروري حدا يشوفه قال له خليني أفكر في الموضوع وبعدني بفكر في الموضوع هلأ بسبب الفيلم كمان ناقشت إسرائيل تشريع بيحمل اسم الفيلم تشريع جنين جنين أنا قلت الفيلم اسمه جنين جنين هن ما عندن فرق بين الجنين وبين الجنين ما بيعرفوش الفرق بين الجنين وبين الجنين زي ما بيعرفوش الفرق بين الحمص وبين الفول مرة واحد إسرائيلي بيسألني بيقول كيف بيصنعوا الفول بيعرفش إن الفول نبتة وبقول لك إنه هاي بلادنا والفلافل فلفلنا والحمص والحمص حمصنا والفول فولنا وبعرفوش إن الفول نبتة مش صنع أنا عارف هاي الدنيا هيك فشو كنا نقول كنت عم بيسألك عن التشريع اللي حاولوا حتى يمرروا باسم فيلمك يعني آه الفيلم حاولت أعرضه بحيفة وفي يافا دخل البوليس على الخط بدون إذن طبعا وبدون محكمة مسكر النادي اللي لازم ينعرض فيه وحققوا مع المنظمة ساعات طويلة البوليس وقال له ممنوع إنه نعرض الفيلم طبعا غير القانون اللي عملوه ونفس الشي صار فيه آفة حبسوا المدير وهددوه إنه هذا الفيلم بحرد على ما شفوش الفيلم طبعا زي ما الفيلم الأول ما أحدا شافه بس هيك خلص منعوا لأنه هيك قررت الرقابة العسكرية ومنع الفيلم نمنع على مدار قديش ما بدون سابق انذار وإلى أجل غير مسمى هلأ ممنوع هو ممنوع وأنا مشغول بالحرب زي كل الناس مش هميم نقس أفلام وعرض طبعا بختام حكاية الفيلم إذا كانت لها ختام أجبرت على دفع تعويض مالي خمسة وخمسين ألف دولار تقريبا أكثر بكتير قديش أكثر بكتير وبديش حكي على الموضوع ما بدك تحكي أكثر بكتير دفعتها بعد بدفع شهري يعني قصت مبلغ معين بالشهر لما ده خمس سنين خسران خسران الفن معاك أنت لو قلتك نصيحة أبوك أبوي الله يرحم ولو أنه عايش كان بقلع شعره كان بقلع بشعره اليوم بطلع مبارح بأول مبارح كأنه بالويكيباديا بهاي IMDB مين هذا محمد بكري بطلع كاتبين هناك من يمول أفلامه زوجته أنا مزحتها مسحة مع شي صحفي قلت له مين اللي بمو أفلامه قلت له أنا وزوجتي بالبنك يعني بالدين فهن ماخدينها بشد يعني نحن الصحفيين ما بتعرف أنه ما بصير تمزح معنا فكاتبين آه فكاتبين ممول أفلامه زوجته ليلة بكري مسكينة يعني 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 اللي بفكر مين ليلة بكري أنا فكرت أنه زوجتك يعني سيدة أعمال أنت جهت أعمال أم أولادي هاي مسكينة أنا لما أرجع على البلاب بالدواب يا بقول تعال 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 آه لسه مشايفتها مشايفتها بقول طلع أنت ممولة أفلام محمد بكري آه خمسة بيشتغلوا بالفن البنات والأربعة ليه مرض لا أنت فهمتني غلط قصدي ليش تارك واحد ما يشتغل بالفن بس واحد ما بيشتغل بالفن آه أنه كيف هذا لأنه هو العاقل الوحيد كيف هذا كيف هذا يعني طلع عن شورك وطورك اللي بدأ بدأ أتعلم مسرح سنة وكان مبدع يعني كان حقيقة رائع بس إجي بعد السنة بقول لي يا بأ أنا قررت بديش أكمل ليش يا بأ قال لي مش إلي مش إلي هاي الشغل بطل له معك حق شو بيشتغل شو كمل لك بيشتغل عمال حرة بيشتغل بالطاقة الشمسية وبيشتغل بالأيدين بأيدي بيبني أشياء زي أنا عايش حياة سليمة مش مرضية بنام 10-11 بالليل بفي الصباح الخمسة بعيد عن الفن ومؤمن إنه حياته هيك لازم تكون وأنا كثير بحترمه كثير منشيل المزح على جنب الحقيقة أنت يعني أنت ساعات لو يكونوا ولادك كلهم بيشتغلوا بالوسط الفني بالمجال الفني يعني أنت كان عندك رغبة إنه تنشئ عائلة فنية كان عندي رغبة زي ما كان أبوي عنده رغبة يكون المهندسين وأطباء يلاو إشي يعيشوا منه والله بس ما حكيت ما قلت لهم يكونوا أطباء كنت أتمنى ما يكونواش ممثلين صاروا كل الممثلين مني وتتحققت يعني بس أنا بحترمهم وبحبهم كلهم ومبدعين كلهم مبدعين مبدعين ويعني اليوم نحنا منقول الفيلم الفلسطيني لما منقول الفيلم الفلسطيني بفاجأك قديش الفيلم الفلسطيني يحقق عالمية الحقيقة الحمد لله وحتى من عدد الإنتاج هو إنتاج كثيف قياسا بالإنتاج العربي الفيلم الفلسطيني يعني هل يسم الله شيء مستحيل هذا هو اللي عم بيصير معنا نحن عايشين في بلد مش بلدنا يعني في دولة مش دولتنا لا نستطيع نكون جزء من هاي الدولة ولا بأي شكل من الأشكال احنا فلسطينيين عايشين في هاي الدولة العنصرية اليهودية ورغم كل شيء مستمرين في الإنتاج بشق الأنفس الحمد لله لا أبكي ولا أتدمر من ذلك لكل شيء فيه ثمن وعايشين بكرامتنا الحمد لله على الأقل عنا رصيد اللي هو اسمه الكرامة وهاي بالنسبة لعلي الرصيد اللي كبير حب الناس تقدير الناس لأعمالنا إلي ولأولادي كلهم بدون استثناء ولا يافا بنتي يافا اليوم فناني كبير بتغني ورح تظهر بفيلم جديد قريبا إن شاء الله لأن ماري جاسر اللي عملت فيلم واجب عملت فيلم كبير عن 36 من 36 ويافة إحدى الشخصيات الرئيسية وصالح ابني كمان أحد الشخصيات الرئيسية وزياد بيعمل أفلام خارج لبلاد آدم عايش في نيويورك بيعمل أفلام خارج لبلاد عمل فيلم عمر صالح قلنا بيعمل أفلام بالعالم وأفلام قلسطينية وبالعالم ومحمود استقريد العش طالع بالسحبة عمل فيلم جديد اسمه إلى أرض مجهولة رح يكون في مهرجان قرطاج القريب إن شاء الله يخذ الجائز الأولى يا رب وهذا هو هذا الموجود الحمد لله الحمد لله إن أولادي هيك اختاروا هذا الطريق بيخدموا شعبي وقضيتي واستمرار لإليه إذن أنت وطفل شفت فيلم لك كوستا جافراس وبعدين صرت بطله بفيلم حنكي كيف وقع الأختيار عليك؟ بعد 82 بعد صبرة وشتيلة أثناء إيماني بالآخر وبالإمكانية للسلام والتفاهم عملت مسرحية مع ثلاثة كنا ثلاثة فلسطينيين ممثلين وثلاثة إسرائيليين نعمل بالعربي وبالعبري وبالإنجليزي مسرحية اسمه هم ذي هم بالعبري وكانت هي عبارة عن كبارة كبارة سياسي غنائي عن اجتياح لبنان والمجازل اللي عملها شارون في لبنان كانت يسرية جداً طبعاً المسرحية وتحكي عن الوجع الفلسطيني بشكل واضح وكوستا كان موجود في البلاد في حينه وإجا سمعت إنه إجا يشوف في العرض فأنا اللي عبي الفاري بعب يقول شو جاي يشوف عرض بالعبري وكان عرض مميز فبعد العرض إجا بقول لي أنا كوستا جابرس أنا بدي أوقع كنت لما قال لي أنا كوستا جابرس وكنت شايف فيلمه ميسنج هابل أسبوع يمكن بقول له نعم إيش وقال لي إنه أنا أعمل بقى بدي أعمل فيلم ما كانش بعد اسمه حنا كي كان بعده مش ملاقي الاسم للفيلم وبحكي عن الشاب فلسطيني بيجي بيطالب تبيته حق العودة ومستعدت تعمل امتحان بقول له طبعا الثاني يوم رحت على المكتب وإجت بنت فرنسية حلوة اسمك لير دينيس ممثلة مشهورة مخرجة مشهورة اليوم صارت ختيارة اليوم هذا الحكيين بحكيلك 82 83 فقالت لي أنا مش بحاجة إنك تقرأ نص بس احكي قدام الكاميرا يعني أنا بسألك احكيلي عن حالك يعني بحكت لي عن حالي بالانجليز اللي أنا بيعرفه يعني ببساطة واتصل فيه نفس اليوم قال لي أنت بدك تعمل الدور حضر حالك شهر واحد واثنين وثلاثة تكون معي في التصوير وهيك صار هذا الفيلم بعدين تحول لنبوءة لمسيرتك شايفة؟ إجابة هذا الفيلم كان أول فيلم عالمي بعمله بحكي عن حق العودة بشكل واضح اللي في حينه ما كانش حدا يسترجي يحكي عن حق العودة لحد اليوم بسترجوس وكل الاحترام لكوستا جابرت إنه طرح هذا الموت كان في محاولة بالفيلم طبعا إنه يعمل شي توازن بين القضية الفلسطينية وبين الحق الشعب اليهودي والآخرين ولكن بهذاك الوقت نسبيا فيلم شجاع أنا كثير بحب الفيلم موجوده على اليوتيوب بعتقد وبتقدر تشوفيه تشوفينه أنا شاب صغير حليوة ما زلت وهيك كانت بداية بدي أمر كمان على الأفلام اللي اشتغلتها تحت إدارة مخرجين إسرائيليين شو اللي دفعك مثلا للقبول أو كيف بتقبل يعني شو الشروط اللي بتحطها لتقبل العمل تحت هذه الإدارة هذا الإخراج ومشاركة ممثلين كمان إسرائيليين بالفيلم بالفيلم أنا سبعطيك السكوب وأنا أصور فيلم حنكي أجاني اثنين إخوة الإخوة بارباش ووري وبيني بارباش الكاتب والمخرج قالوا لي إحنا بدنا إياكل فيلم اسمه من وراء القطبان بياند وولد بتعطوني السيناريو وبأرأه وبأقول لكم كان لازم أروح على روما بس أخلص تصوير برجع بنشوف قرأت السيناريو لقيت إنه السيناريو مش بطال بحكي عن معاناة الشاب فلسطيني اللي هو قائد الغرف اللي هو موجود فيها بنتهم إلى فتح والشخصية حقيقية كانت موجودة من الطيبة الشاب وفي صدام بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين بقلب السجن الإسرائيليين جنائيين إحنا أمنيين وعادة الأمنيين هن المثقفين الأيديولوجيين اللي يبتعدوا عن كل الموبقات زي المخدرات وإلى آخره الغرفة عندي عبارة عن مكتبة بأعلم فيها وشاب كثير متقف والمعضة اللي كانت في الفيلم هي أنه بتحصل كثير شغلات بالفيلم قصة طويلة اللي فيها أحد الشباب الإسرائيليين من الشاب صغير يغتصب في السجن بغتصبه الجنائيين اليهود فمدير السجن اللي هو زي المسؤول عن اللي ماسك السجن المهجع اه شخصية سيئة جدا اللي بمرئ مخدرات للمساجيين عشان ظل متحكم فيهن بيجي لعندي وبيقول لي إحنا قررنا إذا أنت بتقبل تخلي دورهم هذا اللي اغتصبوه ينام عندك بالغرفة عشان تحميه لأنه عندنا ما في الشاي الشغلات ومقابل أفوت لك الكتب اللي أنت طلبتن أنا بكون طالب كتب من المكتبة للقراءة فأنا على مضض بقبل أنه أنايمو عندي أحميه المهم هذا الولد بتصير زي ياريمة قتل اللي بكون المدير هو اللي عملها بسبب مخدرات واحد من اللي بيهربوا المخدرات بديوا يفسد عليه للمدير للإدارة اللي فوقيه أنه ضربوا سكين تبعين المخدرات لأنه موافش بوعده ما جابش المخدرات بوعده بقوله أنا إذا بضربوني كمال مرة أنا بدي أتشكل الإدارة فبتطر هذا المسؤول يقتله ببعث حدا يقتله وبهذا الوقت اللي ببعث حدا يقتله بتكون عملية لفدائيين في شمال إسرائيل في معلوت ونشوف إحنا بالأخبار الخبار فبتصير صدام بيننا وبين الجنائيين في غرفة الطعام وبهاي الأثناء هداك مدير الأمن تبع السجن ببعث حدا يقتل هوفمان هذا اللي مشطوب على أساس يتهمونا إحنا فيه إنه إحنا اللي قتلناه لأنه ببزق على واحد مننا فإحنا كأنه لازم إحنا نرجع طبعا إحنا ما قتلناش حدا اللي قتله مدير السجن مدير الأمن الشخصية السيئة هاي اللي بحكي عليها فبيجيوا لدورهم هذا اللي نايم عندي بطلب منه بقوله اشهد إنه عصام عني أنا اتقامرت وقررت إنه إحنا نقتله هوفمان وهي بتكون شهادة زور يعني إحنا ما قتلنا حدا ودورهم لأنه أنا حميته بقدرش يشهد شهادة زور إنه إحنا قتلناه فبين بنت حر بالسجن بكتب مكتوب إنه أنا بطلب السماح من أمي الزابط طلب مني إنه أشهد على عصام إنه قتل هوفمان وأنا بقدرش أشهد شهادة زور وبينحر هاي الورقة بالطب بإيد رئيس الجنائيين وبفهم إنه الطوش اللي عملها معنا عالفادي مش إحنا اللي قتلناه لهوفمان زلمته فأنا وإيام نقرر نعمل إضراب عن الطعام هاي قصة الفيلم عشان يكسروا الإضراب الإدارة شو بعملوا؟ بجيبوا لي مرتي وإبني اللي أنا مش شايفوا ولا مرة خلقوا وأنا بجوه بالسجن بعد عشر سنين مش شايفين بجيبوا لي إهل للزيارة عشان إيه؟ عشان أكسر الإضراب عن الطعام فأنا لما أريت السيناريو قلت له للمخرج كيف ممكن إنه عصامي يكسر الإضراب؟ قال له له ما هو تحت ضغط نفسي ومرته جاي وأول مرة بيشوفه وابنه أول مرة بيشوفه قلت له لا أنا مش شايف إنه هذا إشي ممكن قال لا بدكاش بلاش منجي ممثل ثاني فأنا اضطريت أسكت على مرض ففي يوم التصوير اللي كان اليوم العاشر في التصوير أنا قررت ما بدي أعمل المشهد زي ما هو مكتوب في السيناريو لأنه يتعارض مع شخصيته ومع مبادئه فأجت التصوير وقلت له أنا ما بدي أصور كيف مدك تصور؟ قلت له ما بدي أصور مش مقتنع في المشهد وصار بناتنا طبعا جدال عنيف بينه وبين المخرج اللي انتهى بإنه أنا صورت المشهد زي ما أنا بدي إياه إنه أنا بطلعش أزور مراتي وابني بوقف وبقولها روحي على البيت وبارجع على السيجن وهي كانت نهاية الفيلم اللي أنا عملته ضد النهاية اللي كانت مكتوبة في السيناريو وهي كان شرطي الفيلم والفيلم نجاح ووصل للأوسكار وبيبين فيه الفلسطيني بشكل كتير إيجابي وأنا فخور إنه عملت الفيلم زي ما هو يعني أنا بفهم من هذا الحكي إنه أنت كممثل فلسطيني بتفرض على يعني صناع الدراما الشيء اللي بيخدم قضيتك إذا ما بقدر أفرض بشتغلش بالفيلم لإني قدرت أفرض اشتغلت بالفيلم ولست نادما على ذلك هلا بس بس استاذ محمد رغم هذا الحكي يعني هاي الأفلام لاقت طبعا ترحيب كبير من قبل النقاد العرب والإسرائيليين خاصة اللي بنسميهم دعاة السلام لكن أيضا اعتبر البعض إنه هاي الأفلام أشبه بدس السم في العسل وإنه هاي طريقة للحصول على تمويل غربي لهاي الأفلام وإنه هي هي الأفلام ما بتشكل تهديد للمؤسسة الإسرائيلية بالعكس هي بتساهم بالبروباجندا تبعها لتقول إنه شوفونا محلانا نحنا واحد ديمقراطية في الشرق مش صحيح مش صحيح لأني أحكي على المثل العيني اللي حكيته إسا يعني على قضية من وراء القطبان مش صحيح بالنهاية اللي كانت مكتوبة في السيناريو كان مفروض عصام أنا أطلع وأعبد مراتي وأخد ابني بالأحضان وأبكي وأعمل نهاية لفيلم تركي هندي لما أنا رفضت ورجعت على الغرفة مضربة عن التصوير أنا نقضت الرؤية الإسرائيلية بأنه الفلسطيني ينكسر أمام الضغط إنه كان قصدا إنه لما الفلسطيني بيطلع إنه تحت الضغط بنكسر يعني لا يمكن الاتكال عليه وهاي بالنسبة للي وازت بالضبط وازت خروج الفدائيين من بيروت بالسفن تحت المدافع تبعة شارون أنا بعقلي الباطني كان أبو عمار والفدائيين طالعين غصبا عنهن بكفالة أمريكية تحت الضغط الإسرائيلي بعد صبرة قبل صبرة وشتيلة أنا بالنسبة لي هاي الصورة اللي كانت وقفي هون جواتي اللي خلتني أمتنع عن الخروج لمقابلة ابني لأنه كانت موازي لخروج الفدائيين الفلسطينيين لتونس نساءنا في الثماني وأربعين كانت تشلخ بشعرها وتسرخ لما طلعوا الفدائيين من بيروت كانت بالنسبة لإلنا صدمة كبيرة كيف يقبلوا ويطلعوا طبعا ممنوع الواحد يحكم أبو عمار كان في وضع اللي ما كانش بيقدر غير هيك لأنه كان راح يحرقوا بيروتوا اللي فيها طبعا وضطر إنه يطلع بكفالة أمريكية على تونس وهاي اللي جابت فيما بعد اتفاق أوسلو فيما بعد كذا سنة بهاي الكفالة الأمريكية اللي كانت فبو لكن أنا بالنسبة لإلي كفلسطيني بديش لا يطلع بدي يموت ولا يطلع تحت العنجهية الإسرائيلية ما سمحت لهاي العنجهية الإسرائيلية في الفيلم تحصل فرفضت الخروج استطعت أن أصنع ذلك لأن أنا لست مهددا بالحرق ولا أخاطر على شعب كامله فأنا ما بحكم على أبو عمار الله يرحمه خرج لأنه ما كانش عنده وين يروح لأنه لو لم يخرج كانت الطائرات ستحرق بيروت كما أحرقتها سابقا ورح يموت ضحايا كثير لبنانيين اللي هن أهلنا واللي هن حضنونا واستقبلونا في بيروت وفي غير بيروت وفي الجنوب لذلك زي ما قلت بالأول ممنود نحكم على الأشياء إذا إحنا ما كناش في المكان عيب وحرام بس أنا كنت في وضعية اللي أنا بقدر أخسر كارييرا وخسرت خسرت دفعت ثمن أنا لم أعمل في السينما الإسرائيلية بعد ذلك عقابا على اللي عملته كان آخر فيلم لأي لك ما وراء القطبة كان فيلم واحد بعديه بس عقابا لأي لي خلاص قال لي المنتج قال لي أنت بحياتك مش راح تشتغل بعد بالسينما لا هون ولا في أمريكا وأنا كنت مرشح للأوسكار في أمريكا بهذا الفيلم ولا مسافر إذا شفت حالي على التلفزيون من البيت بترشيح الأوسكار والثمن كان أني دفعت أني ما قدرتش أشتغل بالسينما حطولي إجرين ما زالوا حطين إجرين خصوصا بعد فيلم جنين جنين الحمد لله والثمن اللي دفعوا أبو عمار والقضية الانشقاق اللي صار بعديها والتفزئ اللي صار واتفاق أسله اللي جاب كوارث إله إيجابياته وإله سلبياته فلا كل شيء فيه ثمن طبعا أستاذ محمد بأحد اللقاءات تحدست بغصة عن علاقتك بالدراما العربية مغلق الأبواب أمامكم أنتوا الفلسطينيين العالم العربي ظلمنا أكثر مما ظلمتنا إسرائيل نحن عم نحكي هلأ عن الفنانين وصناع السينما أنا عم بحكي عن الفنانين في الداخل عني وعن كل جيلي جيلي واللي أصغر وأنا عم بحكي عن صناع الدراما العربية صناع الدراما العربية يتجاهلون وجودنا لأنه إحنا عايشين جوا في إسرائيل نحمل الجواز الإسرائيلي يتصرفون بجهل مطبق وبمزاودة لا معنى لها وإن دلت على شيء تدل على عدم انتمائهن لقضية الفلسطينية بس هيك هل بالإمكان كسر؟ لأنه الدراما العربية السورية والمصرية واللبلكية خسرت مواهبنا بالتأكيد أنا أفاخر بذلك وأقولها عاليا دون تردد يجيبوا لي ممثلين بكل العالم العربي بمستوانا اللي طرقوا العالمية وارجونا غير عمر الشريف وارجونا إحنا الحمد لله شاركنا في أفلام عالمية وبلاها الدراما العربية خليهن يعملوا هشك بالشيك يلا ما راح عليكم الكثير لا هن راح عليهم الكثير إحنا لا الله بالعودة لفيلم من يوم ما رحت أنا طبعا مركزي على هذا الفيلم لأنه أصلا هو كتير بيغطي أجزاء من حياتك ومسيرتك الفنية بيقول إيميل حبيبي بمشهد سأقول للإسرائيليين بأنكم لن تجدوا أي مجتمع عربي ناضج لتفاهمكم أكثر من المجتمع الفلسطيني نعم شو رأيك بهذا الكلام اليوم ونحنا عم نشوف قافلة التطبيع العجيبة عم بتسير يا حرام يا حرام حقيقة لأرؤمي المية بالمية صح لأنه أكثر ناس يتفهمون ويفهمون أو يفهمون ويتفهمون اليهود الإسرائيليين إحنا ليش؟ أولا إحنا عيشين غد بحكم المعايشة اليومية توايا بالعمل ولا بالشارع ولا بالمكان العام ولا بالمؤسسة هذا الاحتكاك اليومي أولا ثانيا أنا أتكلم من عبرية أحسن من العربية وأجهد اللغة العبرية أكثر من اليهود نفس وأنا مثل مثائل أنا مش الوحيد يعني يعني مثلا مسرحية المتشائل قدمت خمسمائة عرض باللغة الإبريب كاملة وعندما تفهم اللغة ومفاتيح اللغة تفهم كيف يفكر الآخر العرب يجهلون خصوصا المطبعين جهل مطبق كينونة وماهية الصهيونية الإسرائيلية نحن نعرفها جيدا كما نعرف أنفسنا لذلك لا نخافهم هم يخافون أنا أنظر إلى الإسرائيلي كما أنظر إليك الآن حتى من فوق شوي عشان يفهم أنه لا حق له أكثر مني على أقل على أقل اليوم بحكي أنا مع أحد أبناء يبدأ أقول مين بقول له يا با كان في عرض لفيلم جنين جنين في نادي يساري في تل أبيب وكثير تأثروا بالفيلم بقول له أتأثروا بالفيلم بقول له بقول له يتركوا لبلاد الصهيونية ضد الصهيونية تركوا يتركوا لبلاد ليش قاعدين هون هنا شو بقاعدين هون ببلادنا هاي بلادنا فأنا بديش أقول هاي بلادنا وبس هاي بلادنا وبلادين أوكي ماشي الحال أنا قبلان بس سيعت الشعب الفلسطيني حقه كاملا غير منقوس بشيء ساعة أنا بعيش مع هن بسلام أما مدام هن محتلين ومدام هن لا يعترفون بحقي كإنسان قبلهم لن أعترف بهم وهذا هو الفرق الوحيد بين ما كنت عليه وما أنا الآن عليه الآن فش الآن بالعربي مزبوط بس يعني الكلام جميل ما حبيت أصلح لك مش مشكلش يحق للشعر ملا يحق لغيره فأنا من هون ما زلت داعية للسلام إذا في أمامي إنسان يتجرد من صهيونيته ومن عليائيته ومن الاحتلال والمستوطنات تجردوا من ذلك يا ميت مرحبا فيكم تعيشوا معاي حدي مش محلي حدي جنبي جيران بدكوا تكونوا جيران أهلا وسهلا فيكم بدكوا تستوطنوا في بيتك الله معك ودوروا على محل ثاني مش هون وأنا سيد من حب إذا اللي عبالي بستاهل الحب محمد بكري بتشكرك كتير على هذا الوقت الثمين والقصير مع الأسف لأنه كان يعني هو قصير أنا مش بعش منك بصراحة وأميسك حلو كتير وأميسك الأخضر يليق بك الله خلينا إياكي وكل اللي بتمنى هو أن الناس تعيش بكرامة وينما كان مش بس أنا أعزائي بتشكركم أنتو كمان ومحبات لكم ترجمة نانسي قنقر